من التوصيات وتثبيت قيم العقار والأراضي لتقليل التدخل البشري وتقليص فرص الفساد أنا أريد ترجمة من جنابك بالتفصيل لهذه التوصية نعم التثبيت لغرض ضريبة وليس لغرض اجبار المالك على البيع بالسعر الذي تم فيه تثبيت سعر الأرض أو سعر العقار وهذا كان معمول به في العراق لا أعلم الآن أن نصل قاعدة ماشية يعني كل ثلاث سنوات الهيئة العامة للضرائب تحدد أقيام العقارات من خلال وجام مشتركة تحدد أقيام العقارات في كل المناطق وعلى أساسها يعني يتم استفاء الضريبة إذا كان السعر الذي تم تحديده كقيمة عقارية أعلى من السعر الذي كان ساعدا قبل ثلاث سنوات وتأخذ الضريبة عليه يعني كل ثلاث سنوات عاد التقييم هذا التقييم لغرض تثبيت سعر العقار وليس لغرض إجبار وعلا أنا أسأل عن تأثيرها ما تأثر ولو واحد بالمئة على سعر السوق الحقيقي لا ما تأثر هذه تتعلق بالضريبة على استفاءة الضريبة 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 على أرباح العقار هناك غريبة على أرباح العقار وليس على العقار هل بعد ما أسمع تعقيبك عدي إليك سؤال أسمع تعقيبك رجل تتعقب على قضية هو كل سنوات تتعقب زين خليني أخذ رأيك في موضوع تخفيض للخمسين بالمئة الضرائب على شركات الاتصال هذا إصلاح ضريبي هذا تم قبل موعد مؤتمر الإصلاح الضريبي شون أمناني بهاي النواية حتى وإن كانت بدعوة من رئيس الوزراء لكن هذه ليه العامة للضرائب بدون سند قانوني تخفض بالنصف الثاني هذا ما حسب ما تقول النزاها مؤاني بالنصف الثاني خمسين بالمئة لأهم شركتين اتصالات في العراق هذا تخادم؟ هذا غير قانوني يعني أي إجراء لتخفيض الضرائب على شركات محددة يحتاجنا إلى تشريع من وجهة نظري يعني أما أما بقرار من مجلس الوزراء هذا يعني ما أعتقد أنه جائز يعني هذا يشبه موضوع قرار الأفراج عن نور زهير نور زهير يعني ليس من صلاحية رئيس الوزراء أن يساوم و يفرج عنا بكفالة ولحقا عن أموال ترجم لي يعني بأكثر بتفصيل أكثر دكتور همام يعني شون أنا طلع نور زهير بم صلاحياتي وإحنا بلد قانون ومؤسسات يعني أنا أقدر أعفي أبو سايبة لأبو كشوك لأبيت صغير من الضريبة أقدر أنا أطلع تسوي هي العامة للضرائب لو قل له شركات عملاقة ملايين الدولارات ومليارات الدولارات أخفض عنها الضرائب 50% هذه الفلوس ما لمنه ما للمدير ما لأهل المدير لو ما للعراق أكيد أي تهرب ضريبي يعتبر جريمة و مساعدة على التهرب الضريبي هو مساعدة على ارتكاب الجريمة يعني أن أخفض الضريبة على مكلب خلافا للقانون خلافا للتشريع القائم لأن الضرائب تحدد بموجب تشريعات يعني حتى النسب الضريبية يحددها قانون وبالتالي لا يجوز لأحد أن يغير هذا القانون إلا بتشريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر